لا تتوقف المواجهات في شبوة بل تزداد ضراوتها اتساعا من وقت إلى آخر في جبهات متعددة مصادر ميدانية أكدت تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد مواجهات عنيفة من إفشال هجوم شنة الميليشيا على موقع الجيش في منطقة طوال السادة الهجوم الذي استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة أدى إلى مقتل نحو ستة من عناصر الميليشيا وعلى بعد كيلومترات من المنطقة دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في محيط محطة لحجن بعد محاولة الميليشيا السيطرة على أحد المواقع التابعة لللواء التاسع عشر مشاه طائرات التحالف العربي بدورها استهدفت بغارات مكثفة مواقع وتجمعات الإنقلابيين في منطقة الخنق بالجهة الشمالية الغربية لمديرية عسيلان تشكل محافظة شبوى أهمية كبيرة للميليشيا التي تستمت في استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأشهر الماضية من جهة ومنع تقدم قوات الجيش الوطني من جهة أخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر